واحد هل يمثل ترامب بداية الدكتاتورية في أمريكا؟ السينتور جون مكين اللي أطلق هذه الكلمة المدوية إن تصريحات ترامب هي بداية الدكتاتورية في أمريكا فتخالب هذا المصطلح الدكتاتورية في أمريكا وإن ده كلام السينتور جون مكين مش كلام هامشي في السياسة الأمريكية هافينج دون بوست قالت إنه ترامب ضد الجميع ضد الكل CIA FBI ضد البنتاجون للقوات المسلحة الأمريكية ضد القضاء ضد الإعلام ضد كل مؤسسات الدولة في أمريكا وده أول رئيس ييجي ضد الجميع من الجيش للمخابرات الـ FBI للقضاء للإعلام كل مؤسسات أمريكا الكبرى الرئيس ترامب ضدها تبقى لموقع هافينج تون بوست الموقع بيقول إن إحنا لما نشوف مواقف ترامب نلاقي ما يليه نمرة واحد إنه بيهاجم الإعلام باستمرار ودائما يقول الإعلام الكاذب بيقولش كلمة الإعلام ويسكت دائما رئيس ترامب يقول الإعلام الكاذب عدو الشعب مش عدوي أنا بس كرئيس ترامب وإنما عدو الشعب ككل ده كلام ترامب يبقى إذن بنصوف ترامب معادل الإعلام وبيعتبره إنه عدو الشعب نمرة اتنين فيه موقف بقى مش مجرد الهجوم ده منع مراسل CNN منع مراسل نيويورك تايمز إنه يدخل يحضر مؤتمرات صحفية في البيت الأبيض بالموضوع التجاوز الموقف من الإعلام واتهامه بالكاذب بالخداع وإنه عدو الشعب إلى إنه بيمنع مراسلي أكبر المحطات وأكبر الصحف الأمريكية من حضور مناسبات في البيت الأبيض نمرة ثلاثة هاجم الجيش وقال أنا أعرف أحسن من جنرالات الجيش عن داعش نصا أنا أعرف عن داعش أكثر مما يعرف الجنرالات وهاجم CIA وقال إنه CIA فيه تقارير بتقولها مش دقيقة الموقع بيقول هفانجتون بوست إنه ترامب ما بيقراش كل تقارير CIA وتقريبا ما بيقرهاش مش مهتمة أصلا بتقارير CIA وفيه كلام إنه كمان CIA ما بتديش ترامب كل التقارير لأنها خايفة إن بعض التقارير اللي خاصة بروسيا ممكن تتسرب إلى الروس كأن فيه عدم ثقة لا ترامب بيثق في CIA ولا CIA بتثق في الرئيس ترامب هاجم FBI رغم كانت تصور إن FBI وقفة مع الرئيس ترامب وإن CIA كانت وقفة مع المرشحة هيلاري كلينتون إلا إن هو هاجم FBI وقال إنه هما ما يدروش يحموا تسرب معلومات سرية خص الأمن القومي هاجم القضاء لما طلع بموضوع المنع بتاع السبع دول فالقضاء لغى الكلام بتاعه فهاجم القضاء وهي الجمع الغريبة جدا منها هذا الذي يسمى القاضي بيتكلم عن القاضي اللي أصدر الحكم بيقولك هذا الذي يسمى القاضي شوف حجم الإصدراء في الكلام وبعدين يقول قراره سخيف وسيتم إلغاؤه والقضاء في أمريكا مسيّس هل تتكلم على الرئيس الأمريكي بيقول القضاء الأمريكي مسيّس الرئيس الأمريكي بيقول هذا الذي يسمى القاضي الرئيس الأمريكي بيقول قراره سخيف قراره قاضي وسيتم إلغاؤه فالرئيس ترامب ضد المؤسسات الأمريكية كلها تقريبا من الجيش من ال CIA لل FBI للصحافة والإعلام ثم إلى القضاء ده كلام هافكتون بوست اللي خلى جون مكين يقول إنه تصريحات ترامب بخصوص جميع هذه المؤسسات بداية للديكتاتورية في أمريكا ترجمة نانسي قنقر